هنقول المتوائم واللي مش هيعارض المشروع الامريكي ببساطة النهاردة كانوا كاتبين مقال مهم في معاريف عنوان وانا مهم من العنوان بايدن ملك اسرائيل يعني الآن منذ اللحظة 7 اكتوبر وحتى هذه اللحظة من يحكم اسرائيل هو بايدن واللي بيحدد القرارات بايدن ليه؟ لأنه بايدن عنده مشروع لا يمكن أن يتم بدون اسرائيل